ورجع من حضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ودلوقتي وصلنا لفقرتنا الصحية في مهارات عظيمة النهاردة هنتكلم طبعا مع الناس اللي بتعاني من عدم سيطرتها على الشهية بسبب بقى حبها للأكل خصوصا في فترة بالليل النتيجة طبعا لزيادة الإحساس بالجوع والسبب في الجوع ده هو مجموعة أسباب اللي ضروري النهاردة نعرفها بإذن الله ونعرف كمان طرق علاجها مع دكتور دينا أبو السعود المشرفاني منوراني في الستوديو المستشار الطبي لشركة بايو ناترالزم منوراني يا دودي ده مهم قوي موضوع ده أكل بالليل ده أنا لسه نادة حبابتي بتقول لي إيه أنا تعبت بالشتاء يا شاف عظيمة أنا نفسي أفل بقي بقى بالليل أنا تعبت بجد الموضوع ده تعبني وهي ضعيفة قدام الحلويات فشوفي نادة بقولها نادة مش أنت بس لوحدك كلنا كده فقالت لي والله أنا موضوع ده تعبني قوي يجي الصيف حتى الواحد يحس كده إحساس بالنقلة هالرغم إن إحنا عارفيني نشطة أكتر وقت نقدر ننزل فيه في الوازن ده طبعا عشان فروق درجات الحرارة بين جسمي وبين الجو العين طب كلمينا بقى في القصة دي يا دودو إحنا يعني عايزين عوامل مساعدة وليس عامل واحد عايزين نعرف أولا إحنا المشكلة دي بتحصلنا ليه وإزاي بقى نبدأ يعني نتحكم فيها بشكل أو بآخر بص يا عظيمة يعني كتير مننا عندنا مشكلة الجوع المستمر الجوع المستمر ليه أسباب كتيرة جدا من أهم أسباب الجوع المستمر ممكن أقول رقم واحد كثرة النشويات في الأكل ناس كتير بتعتمد اعتماد كلي عن النشويات النشويات أكيد هي المصدر الأول للطاقة لأن النشويات بنسميها الجازولين بتاع الجسم أو بنزين الجسم العربية ما تدارش تمشي من غير بنزين الجسم ما يدارش تحرك من غير كربوهايدريت لكن لازم نعرف احنا مناخد الكربوهايدريت المعقدة ولا البسيطة لأن الفرق بينهم كبير وما يبقاش الاعتماد الكل على الكربوهايدريت الكربوهايدريت بتعليه لمستوى السكر جامد جدا وبعد ساعة تروح من الزلال لمستوى السكر فمنحس بجوع دي أول حاجة يعني قصودي بيبقى شبع وقتي شبع وقتي فهمت في حاجة تانية الجفاف العطش الشديد اللي تشرب المياه اللي تشرب المياه ساعات بنبقى عطشانين والمخ بيترجموا ان احنا جعانين لما ناس كتير بتبقى عطشانة جعانة جربوا شربوا مياه ممكن تشبعوا ممكن تشبعوا لأنا ممكن يكونوا من المخ بترجم العطش جوع ده تاني سبب تالت سبب ممكن نتكلم كثرة الجوع الدائم عدم النوم والتوتر لما قلت ان احنا منأكل بالليل ناس كتير بتعطى صهرانة كتير خلوا بالكم يا جماعة عدم النوم او النوم القليل بيطلع هرمون الكورتزول طبيعي هرمون الكورتزول ده هرمون بيطلع من الغضة القضرية اللي فوق الكله الكورتزول لو زاد في الدم ده بيقدي الى شراهة في الأكل يعمل يعني حاجة عكسية اه بيقدي الى شراهة وجوع دائم التوتر كمان بيعليه لمستوى الكورتزول فانا عندي سبب الجوع وكمان قلت البروتينات والدهون في الأكل قلت البروتين والدهون اذا في ناس بتمنع دهون تقولك ده خطر وعرغم احنا محتاجانها برده بص يا عظيمة مفيش حاجة اسمها امنع دهون يعني انا بسمع عن دايتس كتيرة جدا موجودة بحسها موضع يعني الدايت المعتمد على الدهون بس في الأكل الدايت المعتمد هاي بروتين بس يا جماعة الاكل الصحي يبقى في كل حاجة الصحة الاكل الصحي المتوازن يبقى فيه اهم ثلاث عناصر ماينفعش دايت يقولي أحريمي نفسك من الدهون ولا نشويهات ولا ينفع دايت يقولي احريمي نفسك من نشويهات لا لكن المهم الدهون اللي بيخدها دهون ايه ونسبتها قد ايه السببتها قد ايه الدهون الصحية هلوى جدا We have to limit الدون المتحولة We have to limit it بشكرك على المعلومة الجميلة بضم صوتي لصوتك بالي سنين لما صوتي بقت نبع بس هي دي أسباب الجوع المستمر طيب عايزين نتغلب عن يعني الناس اللي عندها شهية عالية عايزين نقننها ونساعدهم ونساعدهم ونتغلب على عدم الأراضة بتاعتنا اللي احنا كلنا بنعلم بالضبط يبقى مناخد مكملات غذائية مساعدة يا جماعة المكملات الغذائية اللي بتساعد على إنقاذ الوزن هي عامل مساعد لازم أغير لايفستال بتاعي أنا لازم أغير لايفستال بتاعي لو عايز أخيص مع المساعدات الخارجية أهم حاجة في المكملات الغذائية لما أجي أختار مكمل غذائية بمرخص موزارة الصحة المصرية فأنا عارفة أن أنا بأخذ حاجة أمنة طيب إيه اللي أنا برشحه كعامل مساعد لإنقاذ الوزن هو كورس بيستا بيستا من أحسن وأأمن الكورسات وأعتقده عمل طفرة فعلا في عالم التخصيص لأن بيستا طبعا برجع أقول هو من إنتاج شركة بايو ناتشرل كورس كامل هيساعدني على تقنين الشهية ما بحبش أسد شهيتي ما بحبش أدوية بتقفل الشهية دي نعمة من عند ربنا طبعا الحمد لله فإن أنا أسدها تماما هيجيلك تقاب صح لا يعني وما قدرش أن أنا أقفل النعمة بقى تمانية دينا في الجسم حتى لو أخدت فيتامينز إيه بالزبط طيب لو هتكلم على الكورس هبدأ معاك بمنتج اسمه بيستا مكمل غذائي اسمه بيستا كويس إزاي بيستا بيقدر يقنل الشهية ويقلل الشهية بتاعت شوية لاحتواءه على الفايبرز لاحتواءه على الألياف ألياف كتير الألياف مهمة جدا لتقنين الشهية لأن الألياف لما باجي أشرب مية مع الألياف عشان كده بقول المكمل الغذائي بيستا باخده قبل الوجبات الرئاسية بنص ساعة كويس باخده على كوباية مية كبيرة مهمة قوي يا جماعة أن أنا أدوبه كويس قوي ونشرب كمية مية مية ممكن أكتر من كوباية عشان يشتغل أنا أنا ما ينفعش أشرب أقل من اثنين لتر في اليوم هم الأزازين والإزازة الكبيرة دي لتر ونص ما ينفعش أشرب أقل من اثنين لتر في اليوم ومع المكمل الغذائي أو كورسي بيستا حلو قوي أنا أشرب مية لأنه طول ما أنا بأشرب مية أنا بأحرق دا الكورس أهو دا الكورس بيستا عبارة عن ألياف من أهم الألياف اللي فيه كشور سيليم ردة الأمح والشوفان والشوفان دول بيمتصل المية اللي أنا بأشربه مع الكيس وبيعملي حيس في المعدة فلما أجي أكل ما بحسش أن أنا عندي كمية الشراعة اللي أنا عايزة كلها طبعا كل حاجة بس بكميات مقننة بكميات مقننة دا كويس دا الحلو جدا أنا ما بحبش الحرمان يا عظيمة الحرمان اطلاقا ومش حاجة صحية صح وما بحبش يعني برضو لازم أوعي الناس اللي بتتفرج علي ما تمشوش ولا أي أي دايت فيه أنواع من الدايت ويعملوا أعلانات على السليبريتيز بقى النجوم هوليوود فولانا خاصت عليه فيه أنواع كتيرة بتعمل على إنقاس وزن بكلوهات كتيرة جدا لكن بغض النظر صحتك عامل أي يعني مش مهم صحتك عامل مهم الشكل بيدوروا على الصورة بيدوروا على حاجة اللي بيعوا بيها إنقاس الوزن 20 كيلو في الشهر دا مش صح أصلا نزول كتير كده صحتك عامل إيه بقى دي مش موضوعهم لأ أنا كدكتورة دينا بالصعود أهتم جدا بصحة البنيات على طول فيه مقولة بتقولك الصحة ثروة فلازم لما أجي أتكلم على منتج أبقى عارفة أن أنا هخص بصحة دا رقم واحد كورس بيستقامن منتج بيستمرخص مزارة الصحة المصرية ودي حاجة كويسة جدا شركة باوناتشرل هي الوكيل الحصري يعني اللي طلبوا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة بالضبط من خلال الأرقام ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك اسمها صفحة بايو بيستا طيب الناس اللي عندها شوي الحرق ضعيف بيستا بيبقى معهم مناسب لهم يعني فيه حاجات تدعموها مع الكورس يعني كلمين عن دا عشان فيه ناس بتسأل السؤال دا كتير قوي عندنا برضو حاجات داخل الكورس بتساعد على معدل الحرق الكروميوم داخل بيستا بيساعد لي على رفع معدل الحرق بيزبطي نسبة السكر وكوليسترول في الدم عندي فيتامين سي بيساعد على أكساد الدهون كويس فيتامين سي كمان داخل كورس بيستا عندي كمان الجرين تي والجرين كوفي وجوه الجارسينيا جوه الجرين تي أشبه الجارسينيا دي مهمة جدا طبعا بتساعد جدا على رفع معدل الحرق بأخذ من الجرين كوفي هو قرس واحد بس ولا أفضله بالليل عشان الكافيين ممكن يصهر فبأخذوا بعد الفطر أو بعد الغد وعندي كمان مع الكورس مهمة جدا لما نعيتنا مهمة لصحة شعرنا عشان لما بقى قلل الأكل لازم يعوض بالفيتامينات طبعا كلنا بقى خلاص حاجة أساسية يا دينا نستطيع أن نقول مكمل زي زمان بقينا دلوقتي المالتي فيتامين أساسي في حياتنا وحياة أولادنا المالتي فيتامين أساسي للعايز يخصه والمش عايز يخصه أهم حاجة في المالتي فيتامين زي جمعنا بخدها ازاي ايوة صح قولنا بقى طب يعني إحنا لو هيعرضوا الكورس تاني قولنا إحنا ناخد الكورس ازاي يعني أنا بقول أن ألبا مالتي فيت رائع لكن ما أخدش منه ثلاث حبيات في اليوم بعد الفطار وبعد الحق الفيتامينات بتتاخد بمقدار معين صح وليها نسب وليها نسب معينة ما ينفعش عالي نسبة الفيتامين العندي صح طيب يبقى ألبا مالتي فيت هو قرس واحد بس كفاية لأن الجسم بيحتاج من الفيتامينات معدلات بسيطة جدا فما ينفعش أكثر كمية الفيتامينات في الدم فقالبا مالتي فيت رائع لصحة مناعاتي لدعم التمثيل الغذائي لما قلت لي فيه حاجات بتساعد على الحرق أنا ألبا مالتي فيت فيه كل عائلة فيتامين با دي لاستثناء عائلة فيتامين با مهمة جدا لدعم عملية التمثيل الغذائي وتحويل الأكل اللي بنأكله إلى طاقة والدعم أعصابنا وفيتامين بي مهمة أول ترتيب بشريتي عندي داخل ألبا مالتي فيت كمان يا عظيمة عندي الكالسيوم الكالسيوم بنسبة بسيطة ما نخفش خالص يعيش ترسيبات بقى ومشبه روعة كبيرة حاجات بس مساعدة عوامل مساعدة عوامل مساعدة فعندي الكالسيوم موجود والحلوة كمان أن شركة بي ناتشرال مقدمة فيتامين دا الهدية ما يفعش أخذ لو أنا مثلا نسبة الكالسيوم عندي قليلة كويس واخدت كالسيوم ونسبة فيتامين دا القليلة العظم مش همتص الكالسيوم آه يبقى لازم أخذ الأساس المشكلة الأول اللي هي فيتامين دا أدعمه عشان أقدر أساعد نفسي يمتص الكالسيوم بزرط محتاجة أدعمه بزرط وللأسف عظيمة أكتر من ثمانين في المية يعني أنا متأكدة لو أي حد بتفرج علينا بالزات من الستات كمان كلنا عندنا هذا لازم نلاقي نقص من بتوين وقت والتاني كل ثلاث شرط لقيه وقع وما بيتعداش معدل معين متوسط يعني هكو إنا في المتوسط تاريخ هو المفروض ما يزيلش عن عشرين عشان يبقى في الأمان يبقى ثلاثين في حاجة برضو مهمة لما مثلا سيدات بيجوا يعملوا تحليل فيتامين دال ويلقوا تلاتة واربعة يتخضوا ويبتدوا ياخدوا حقا بالمئة ألف والمئة ألف الفيتامين دال ده فيتامين قابل لزوابان في الدهن ماشي فما ينفعش أننا أخذ كميات كبيرة من فيتامين دال من غير استشارة طبيب لازم هو ليحدد الجرعة المتاحة كل شخص لأنه ممكن يكون عدم إدراك من الست كل شهر تاخد مئة ألف في مئة ألف هي فكرة أنها بتدعم لكنه ممكن يؤثر تأسيس سلبي بالزبط أي حد عنده نقص شديد في فيتامين دال بياخد وحدات كبيرة جدا تحت إشراف طبيب لكن هنا إحنا وحداتنا في الكل ألفين واحدة أحد مناسبة بسيطة ده جرعة وقائية وليست الجرعات اللي بتكلم عنها ده جرعة عيلة جاية بتبقى تحت إشراف طبيب ما ينفعش أي حد ياخد بعشر تلاف واحدة ومئة ألف واحدة من نفسه أرجوكم يا جماعة لأن فيتامين دال لو عالي في الدم بيعمل مشاكل صحيح طيب خلينا إحنا معنا حالة أميرة نشوفها كده مع أصدقاءنا نشوف حالة أميرة خصت على بيستا نشوف كده تجربتها ونرجع نستكمل مع دكتور دينا في انتظار أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخصي أميرة أبو شوشة سني 39 سنة ووزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة نزل الوزن في وقت بسيط فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنصف ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بتعمه ولا أي مشكلة خالص بالعكس طعمه هايل جدا بطعم التفاح وهايل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا وأنصح أي حد عنده سنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية شفنا حالة من الحالات حاجة جميلة طبعا يعني برضو الواحد لما يبعد منبه كده يحس سواء سيدة أو رجل دي حاجة حلوة قولنا إن الكورس بيختلف لما بتيجوا تكتبوه لكبار سن أو لأمراض مزمنة أو لأطفال شركة بيناتشر مقدمة فريق طبي عشان يتابع الحالة من دي واحد طبعا ممكن الكورس بيختلف لو أنا أفر ويت قد إيه يعني كل حالة لازم تحسب لها حاجة اسمها كتلة الجسم أعرف أنا فين أنا سمنة أولى ولا سمنة تانية ولا سمنة تالتة سمنة مفردة فبيتحسب من خمسة وعشرين لتلاتين أنا أفر ويت بس لكن لا أعاني من سمنة بداية من تلاتين أنا أعاني من سمنة من تلاتين لواحد والخمسة وثلاثين أنا سمنة أولى من خمسة وثلاثين لأربعين يعني لكل واحد درجات هل الدنيا بتفرق بالرجل وسيت الرجل بيحرق أكتر ولازم نعرف الحالة دي هل بتتحقق يعني عدد ساعدة شغلة قد إيه الشغلة على مكتب ولا أنا بتحرك كل الحاجات دي بتفرق معي هل أنا بخلص الشغل وبالعب رياضة يعني كل الحاجات دي بتفرق معي بطمن أصحاب الأمراض المزمنة إن كورس بيستا هو آمن الكروميوم يعني لو مريض السكر هو رائع عليه كورس بيستا لأنه الكروميوم بيزبط مستوى السكر في الدم مريض السكر محتاج جدا دعم للأعصاب بفيتامين بي فهو آمن لهم جدا ومريض الكوليسترول ومريض الأطفال من سن 13 سنة نقدر نستخدم الكورس بكل أمان لكبار السن يعني ما فيش مشكلة عنها طيب ده يبقى من خلال بقى الفريق الطبي اللي خاص يعني فينا أكتر بقى فريق الطبي هو اللي بيقول ويجه بقى طبعا الفريق الطبي بيوجه الكورس إحنا الكورس أهم حاجة هو الكورس هيبقى سهل أهم حاجة أن فيتامين ده هيتاخد قرص واحد بس في اليوم ألف مولتي فيت المولتي فيتامين مش أكتر من قرص في اليوم بعد الفطار أو بعد الغداء ما باخدش ألف مولتي فيت بعد العش عشان فيتامين بي دعم جدا للطاقة كيس أو ساشة ستعاد بيستا باخد كيس أو اتنين ده الفريق الطبي بيحدد على حسب الهيستري بتاعت المريض وكمان الفريق الطبي بيتابع كل حالة كل أسبوع ودي حاجة كويسة جدا أننا أدعم مريض السمنة وجدانيا ونفسيا وتشجيعيا فده الحقيقة شركة بايناتشرب بتقدم ده لكل عملاءنا الكرام طب قولنا بقى كل أصدقائنا اللي أحيانا في منهم بعض البنات يعني بتلاقي حد عمل ضايت ونجحت فيه فهي تجرب نفس يعني تمشي على نفس الضايت اللي صاحبتها أو أختها أو أيا كان عايزين نقول للناس دي بقى حاجة يعني عرفيني كده نصيحة ليهم عشان ساعات فيه ناس طعف الأخطاء دي وبجد بتجيب معها نتيجة عكسية دي لا ما ينفعش وتقولك أنا الدكتورة دي مش كويسة أنت يروح يعني بيختلفوا القراءة ومش قدين يفهموا أنه ممكن لكل جسم ليه طبيعة خاصة وشكل واستعبعا أنه يعرف يخص عليه بصي عظيمة يعني كل بني أدم مختلف يمكن كمان ممكن أقدي مثلا أن فيه ضايت باللو كالوري أن أنا أقل لقل لكالوري زي كميات السعرية فلو هي مثلا واحدة بتاخد الضايت دا أو الدكتور التغذية دا لها الضايت دا وجد صاحبتها أخذت الضايت دا بيديها مثلا ألف كالوري في اليوم أقل من ألف صعبة جدا الواحد يعيش يعني بسمعا حاجات خزعبلية 500 كالوري في اليوم الخمسمائية دول هيعملوا لي ايه في اليوم صورات الحرارية ازاي تيجي واحدة صاحبتها تانية تاخد الضايت دا تلاقي نفسها هبتت ليه ممكن هي بتتمرن فاللي بيتمرن واللي طبيعة شغله فيها حركة كتير لازم دكتور التغذية بيعليه كالوري أعلى والبروتين كمان أعلى وبروتين أعلى وكالوري أعلى فما ينفعش أن أنا أخد الضايت دا زي بلاقي ناس مثلا تيجي تقرر روشت يعني مثلا طفل عنده برد أو تقفر وراح للدكتور ممكن مش نفس الدور على فكرة أخو جاله نفس الدور فتيجي لأم الرشتة دي عرغم من دا ممكن يبقى عنده حساسية وده ما عندهش بس هي ما تعرفش عامل ما تقرر روشتة أبدا لا قرر روشتة لنفس الطفل المريض أو اللفس المريض ولا أدي نفس الرشتة لأخوه مدام عمل دالو نفس الأعراض هايل فدي وظيفة الدكتورية نشرب إيه بقى في الشتة قللنا بعيدا عن السحلة والحاجات مسئلة هنا مشروبات ممكن تحل محل الميا في ناس تحبش تستطيع تعمل ميا في الشتة قوي فخلينا نقول لهم يعني شرب الميا مهم بس ممكن نشرب حاجات خفيفة ما فيش حاجة بديل للميا ماشي بس يعني اللي بيحب مشروبات يعني يبقى في سوايل بس سوايل العدس العدس روعة بروتين نشويات معقدة فيتامينا فيها ألياف لو حطيتنا بطاطا يا باكان البطاطس خدت زيارة أو أرع أه أه وجزر وكوسها كلها في فيكوز شبط العدس رائعة رائعة اللي عايز يخس محطش فيها بطاطس ماشي حاضر يا جندون متفق أنا حابتي يسمحوني طبعا أشكر دكتور دينا أبو السعود المستشار طبي لشركة بايو ناتشرز تنورتيني وشرفتيني حاببتي تسلمين وبشكر حضراتكم الحصن المتابعة تمنى تتجربوا الكورس وتقولوا لي رأيك وإيه وتبعتوننا وأنا معي على الصفحة مع حضراتكم برضو في أي حاجة كده ولا كده أقولوا لي على طول بشكر حضراتكم الحصن المتابعة من خلال شرش القناة الأهلي تحية وحب وتقضيل لحضراتكم من هنا الحلقة جزيدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعيدة وسلام عليكم